حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل وقال مجلس الشيطان حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال أخبرنا حميد عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخه ثم قام فصلى ولم يتوضأ حثنا محمد بن أبي عادي عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال كنت أنا ورجل من قريش لما لا أيتمين قال وكان رجل قد ذهب مني بألف درهمين قال فوقعت له في يدي ألف درهمين قال فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي بألف درهمين وقد أصبت له ألف درهمين قال فقال القرشي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدل أمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حسنا حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن أبي مصعب قال قدم رجل من أهل المدينة شيخ فرأوه مثثرا في جهازه فسألوه فأخبرهم أنه يريد المغرب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس إلى المغرب يأتون يوم القيامة وجوههم على ضوء الشمس حسنا معاوية بن عمر وأبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن أبي الشماخ الأزدي عن أبن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي أمرا من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها حسنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن أبن شيهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتماع بصره حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حانا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال حدثني علقمة المزني قال حدثني رجل قال كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة فقال لرجل من القوم يا فلان كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الإسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ أجذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسيا ثم بازلا قال فقال عمر بن الخطاب فما بعد البزول إلا النقصان حثنا وكيع حدثنا أبن أبي خالد يعني إسماعيل عن أبيه قال دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بالتمر فقال أبنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيابين حثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي ابن السائب عن زذان أبي عمر قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقنا عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وإلن عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور قال حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن عطاء عن حربي بن عبيد الله الثقافي عن خاله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله فقال أعشرها فقال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن حربي بن هلال الثقافي عن أبي أمه رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشاهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندنك حسن إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقول عدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر ثم قيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمتفوا لما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سعد يعني ابن أوسن العبسية عن بلال العبسي قال أخبرنا عمران بن حسين الضبي أنه آت البصرة وبها عبد الله بن عباس أميرا فإذا هو برجل قائمين في ظل القصر يقول صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله ليزيد على ذلك فادنوت منه شيئا فقلت له لقد أكثرت من قولك صدق الله ورسوله فقال أما والله لئن شئت لأخبرتك فقلت أجل فقال اجلس إذن فقالا إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في زماني كذا وكذا وقد كان شيخاني للحي قد انطلق ابن لهما فلحق به فقالا إنك قادم المدينة وإن ابنا لنا قد لحق بهذا الرجل فأته فاطلبه منه منه فإن أبى إلا الافتداء فافتده فأتيت المدينة فدخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إن شيخين للحي أمراني أن أطلب ابنا لهما عندك فقال تعرفه فقال أعرف نسبه فدع الغلام فجاء فقالا هو ذفأت به أبويه فقلت الفداء يا نبي الله قال إنه لا يصلح لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ثم ضرب على كتف ثم قال لا أخشى على قريش إلا أنفسها قلت وما لهم يا نبي الله قال إن طال بك العمر رأيتهم هاهنا حتى ترى الناس بينهما كالغنم بين حوضين مرة إلى هذا ومرة إلى هذا فأنا أرى ناسا يستأذنون على أبن عباس رأيتهم العام يستأذنون على معاوية فذكرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو النظري عن رجل إن كان قديما من بن تميمين كان في عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكتب لكتابا أن لا أآخذ بجريرة غير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لاك ولكل مسلمين حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن أبي الشماخ الأزدي عن أبن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه آت معاوية فدخل عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها حثنا أبو نعيمين قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال نادى رجل من أهل الشام يوم صفين أفيكم أويس القراني قالوا نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير التابعين أويس القراني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعبي بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقالا في خطبته أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم وأن الأنصار عيبة التي أويتوا إليها فأقريموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم حدثنا عفان قال حدثنا أهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة عن الرجل الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي جبريل عليه السلام فزعم أبو سلمة أنه تجنب أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفا أن يسمع حدثهوف لما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما منعك أن تسلم إذ مر الطبيع البارحة قال رأيتك تناجي رجلا فخشية أن تكره أن أدنو منكم قال وهل تدري من الرجل قال لا قال فذلك جبريل عليه السلام ولو سلمت لرد السلام وقد سمعت من غير أبي سلمة أنه حريثة بن النعمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعية يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبراني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب قد خالف بين طرفيه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلاحقني من بعدي فضرب منكبي فقال قل أعوذ بي رب الفلق فقلت أعوذ بي رب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال قل أعوذ بي رب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه قال إذا أنت صليت فقرأ بهما حثنا يزيد حدثنا الجريري عن أبي السليل قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أوعمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة قال فحلت من عمامتي لوثا أو لوثيني وأنا أريد أن أتصدق به ما فأدركني ما يدرك بني آدم فعقدت علي عمامتي فجاء رجل ولم أر بالبقيع رجلا أشد سوادا أصفر منه ولا آدم يعبر بناقة لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدقة قال نعم قال دونك هذه الناقة قال فلزمه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه قال فسامعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت بل بل هو خير منك ومنها ثلاث مرار ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثا قالوا إلا من يا رسول الله قال لا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا المزهد في العيش المجهد في العبادة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كان بالكوفة أمير قال فخطب يوما فقال إن في أعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ ثم نزل حثنا أبو معاوية وعبدة قال ثنى عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطو كل سورة حظها من الركوع والسجود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بوديل العقلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فراسه وسأله رجل من بلقي فقال يا رسول الله من هؤلاء قال هؤلاء المغضوب عليهم فأشار إلى اليهود فقال من هؤلاء قال هؤلاء الضالون يعني النصارى قال وجاءه رجل فقال أستشهد مولاك أو قال غلامك فلان قال بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها حانا عفان حدثنا شعبة عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال اقرأ بهما في صلاتك بالمعوذتين حانا اسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلاحقني من بعدي فضرب منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ برب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه فقال إذا صليت فقرأ بهما حتى أزهر بن القاصم حدثنا محمد بن ثابت عن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد وغزونا نحو فارسة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليست له إجار فوقع فمات فبريئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد بريئت منه الذمة حدثنا أزهر حدثنا هشام يعني أدست وإيا عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد بريئت منه الذمة ومن ركب البحر بعد ما يرتجه فقد بريئت منه الذمة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقرؤون والإمام يقرأ أو قال تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه قال خالد وحدثني بعد ولم يقل إن شاء فقلت لأبي قلابة إن شاء قال لا أذكره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر